الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. احييكم من في دولة هولندا. انا هنا حصلت على اه منحة الحكومة الهولندية من اجل تدريب هنا في دولة هولندا. كيفاش قريت المنحة والطريقة كيفاش انني تحصلت للفيزا والوثائق اللي طلبوا لي في المنحة والمدة والمراسلات والخطابات اللي انني اه قدز بهذه المنحة هذي. كل شيء ستشوفوا ان شاء الله في الفيديو هذا. خليكم معي ان شاء الله. كيف ما قلت انا الان في اقامة طلابية. هذي اقامة طلابية هو بمثابة احد الحي جميعي طلابي كي يجيو فيه يعني الطلاب من جميع دول العالم انهم كي تقدروا يسكنوا هنايا لكن لا مجال للمقارنة مع وجود الفارق. المراجعة لهذه الاقامة هذي و يعني جميع المرافق ديلها غدين دي رفهم في فيديو محايد ان شاء الله ربما غدا او بعد غد. انا يعني اه يالله وصلت اليوم يالله وصلت تابا باقي ما كليت باقي ما عملت ولو. اول حاجة هو انني غدين رفع الفيديو غدين نحاول انني رفع الليلة ونشرح لكم تجريبا ديالي ونعودكم تجريبا ديالي كيفية الحصول لهذه المنحة ديال الحكومة الهولندية من اجل تدريب او من اجل ربما اه متابعة طبعا الرحلة كانت شيئا متعبة من مطر ابن بطوطة الدولي بمدينة طانجة الى مطار اه مدينة امستردام الرحلة تقريبا صارقت واحد ثلاث ساعات اه كتنزل يعني في في المطار مشيت انني اه من المطار سنين جي حسل اه دين هاخ فين كين هاد الاقامة الطلابية تقريبا شي ساعة ديال الطريق والطيار اصلا وصلت يعني سبعة العشرة دليل تقريبا نزلت هنا هيا ومن العشرة دليل جيت حسنين هنا تقريبا تقريبا اتناش دليل هنا هيا يعني في المغرب بقى الحظة تقريبا كان واحد الفرق ديال ساعة ديالما كان اه اني تعبان وعيان والبرد وفيه الجوع هنا مكين اشي متاكول عاد تخسين نخرج عنش حاجة ناكلة ولكن قبل هاتش ده كامل غادي نسجل الفيديو هادا كيف ما قلتكم وغادي نعودكم خطوة بخطوة ايش مينحة واحدة وسبق اللي اتكلمت في فيديو هادا على الانواع ديال المينح المقدمة من طرف حكومة الغلندية كينا مينحة ايراسميوس كينا المينحة ديال اورنج كينا المينحة اللي اللي موجهة للمينارويدجينس اه ميدل اس اند نورد افريكا كينا افوا كينا المينحة اللي موجهة الدول يعني كينا العديد من الانواع المينح اللي كتقدمها والبرامج ناخد واحد تدريب واحد اس تنج هنا في الجامعات الهولندية. يعني كان المينح ديال الدراسة. عفوا. يعني كان المينح ديال الدراسة وكان المينح ديال انك تقوم باحال فترة ديال التدريب. الفترة ديال التدريب كتب دائما من اقل الفترة اللي هي اسبوعين يعني خمسة عشر يوما اسبوعين. وكتبت تمانية اشهر. انا بحكم العمل والارتباط الميهاني ديالي ما يمكن ليش منفروض بناخد واحد المدة اللي هي طويلة. لهذا انا اختارت يعني يعني اقل لمدة اللي هي خمسة عشر يوم. اول شي ان يعني كنقلب على المجال اللي انا بغي نقراه و اللي بغي ندوس فيه تدريب الجامعة اللي هي اه محتضينة او اللي كتقدم هذك البرنامج هذك. كنمشي للموقع الرسمي دي للجامعة. وكنا يعني اه يعني طريقة كيفاش انك تقدم. كنقدم للجامعة هي الاولى يعني كنقدم لهذاك المعهد ولي ذك الجامعة. فهذاك التخصص اللي انا بغي ندير فيه تدريب. هو اللي اول. من بعد من اللي كي قبلوني. انا يعني اذا بكت عاقل كن ندوزه تقريبا واحد ثلاثة ايام. كنت صيفة السيفي ديالي والليتر وصيفة واحد ايساي. يعني الى اشنو كان اخدام وشنو كان اعرف هذا المجال لالجي اي اي اس اندر موت سانسن. ديال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعران بعد. هذا هو المجال اللي انا يعني ردي ندوز به التدريب. وبعض الاسئلة كانوا سهلوني تمك يعني في ذلك الابليكيشن جاوبت عليهم وعطوني الرد من بعد ثلاثة ايام. ما اللي اعطوني الرد كعالي سيفتورك واحد الرقم. واحد الرقم به كتسجل في سكولرشيب. يعني الجامعة ما كانش عندها مشكل. الجامعة او احرى الانسيتيو اللي انا قد ندوز فيه التدريب. ما عندهش مشكل. كان موافق لانه يدر لي تدريب بحكم انه شاف السيرة الداثية ديالي. سيفي ديالي. وشاف يعني الايساي اللي انا كتبت له. واخا. من اللي كعتوني هاداك الرقم كمشي انا. هناك هنا بزاف ديال المراحب. كل مرحلة تقتصر يعني فيها نوع من الوثائق اللي كتلبوهم بحديثه. انا بحكم يعني الارتباط الميهاني ديالي. وانني كان قراءة متزامن مع الدراسة. المرحلة يعني الاجراء كان شوية طويلة. ولكن هنا نقطة ايجابية تحسبو لهم انهم في كل مرحلة. يعني الملف ديالك. من كي دخل مرحلة مع المرحلة كسيف ترخي ييميل كي قولونك جرانت الجاوسي مثلا مرحلة الاولى. اللي هي مثلا مرحلة التقييم او المرحلة التنقيل وده بنتها في مرحلة مثلا ارتخاذ القارع. من ديك المرحلة او ثاني. المرحلة اللي كانت اطول. وهي السارقة تقريبا ثلاثة أشهر هي المرحلة التي تتسنوا الموافقة للقنصلية أو السفارة في البلد يعني يأخذوا هذه الملف وكسافته الوزارة الداخلية يعني هذه المسألة هذه ستكون فيها واحد المراقبة وككون فيها واحد البحث على السيرة الذاتية يكون راسل الوزارة الداخلية وحرى القنصلية هي لك ترسل الوزارة الداخلية على هذا السيد هذا ماذا لديه السيجي العدلي بلا السيجي الإجرامي دياله كيفاش دار يعني التصرفات دياله كيفاش دار يعني في الموحيط شكون هو بعض المعلومات عليه من بعد من التجاوز هذه المرحلة هذه يعني إذا بقيت عاقل يعني في أواخر رمضان الباقي عاقل في أواخر رمضان سيفطولي رسالة وقالوا لي إذا ما راح تم منقبوليك بشكل نهائي ومع عليك إنك ترسلنا يعني نسخمجة والصفر مرة أخرى يعني في حالة ما إذا كنت بدلته وتعطينا يعني المطار لأنك بغيت تسافر منه يعني هذه بعجلة يعني المين حكي باش أنني إجراءات الإجراءات تقريبا بديت من شهر فبراير يعني المين حكي أصدام من شهر فبراير حتى يعني الأواخر رمضان يعني تقريبا خدات لي واحد ستة حتى سبعة أشهر من الإجراءات ومع ذلك يعني بقيت معاهم في مرسلات بقيت معاهم يعني في 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 كل مرة كي سيطلق معلومة كل مرة كي سيطلق واحد يعني كأقول أنا اللي مكلف مثلا أنا اللي مكلف بالفلايت يعني أي شيء إلي نتواصله معايا أخضرنا فيه أنا دابا هنا في هولندا آآ بالنسبة لموقع ديال المينحة غادي نخليه لكم في الدسكريبشن بالأسئلة ديالكم تسولوني في 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 التعاليق أنا اللي يقدر نجاوب عليه وما حدي أنا هنا ما حدي نقدر نمشي عند الناس هنا يقدر نزيد نبحث يعني في المين أحده ولو في الدراسة في هولندا آآ يعني رهل الاستشارة ديالكم آآ وما تنساويش يعني حاجة مهمة إن شاء الله أنا اللي غادي نكمل هاد السيسيلة ديال الفلوكس غادي نقع نحط يعني بمجموعة من الفيديوهات هناليا في القناة ديالي اللي غادي يعني آآ غادي ندير فيها مراجعة هاد الإقامة هادي مراجعة المعهد اللي غادي مشي نقرأ فيه الدراسة المواصلات المينح اللي هي كينا حسد الإقامة الطلابية فيها جميع طلاب دول العالم يعني أكيد أكيد غادي تكون يعني معلومات آآ غنية باش عنا نشاركها معكم والسلام وعليكم